المحافظة الجنوبية تخصيص جلسة خاصة لعرض أفضل ممارسات دول مجلس التعاون في مكافحة المخدرات والتي حضرها عدد كبير من وفود الدول المشاركة في اجتماع لجنة المخدرات ترأس مع الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس لجنة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في افتتاح اجتماع الدورة التاسعة والخمسين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والتي انطلقت بتاريخ الثالث عشر من مارس الجاري وتشكل الدورة التاسعة والخمسين تحيئة لاجتماع الأنغاز الفين وستة عشر الذي سوف يقام في ولاية نيويورك الشهر القادم وسوف تمرر فيه قرارات هامة في مجال مكافحة المخدرات حكومة مملكة البحرين تحرص صنويا على المشاركة في هذا التجمع الدولي المهم بالنسبة لملف مكافحة المخدرات ولكن في هذا العام شفنا مشاركة أوسع وأكبر لمملكة البحرين ولباقي دول مجلس التعاون فوجدنا بأن تغافر جهود دول المجلس خلال العام الماضي أدى إلى نتيجة من خلال أولا المشاركة في تنظيم معرض في موقع استراتيجي لعرض كل ما تتقدم به دول مجلس التعاون في هذا المجال وبصورة واحدة بالإضافة إلى تنظيم ملتقى خاص بعرض أفضل ممارسات دول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات والذي لقى استحسان كل من حضر وهذا الملتقى يفتح أبواب لدول مجلس التعاون بعرض تجاربها والاكتساب من خبرات الآخرين أيضا فنتمنى التوفيق لكل من حضر معنا وبإذن الله تعالى أن نقدم برامج أكبر في السنوات القادمة بإذن الله وقد أقيم على هامش الاجتماع معرض حضره سعادة السيد يوري فيتتوف مدير المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بمنظمة الأمم المتحدة في فيينا وبمشاركة كل من مدراء إدارات مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي حيث تم عرض أبرز أنشطة وجهود الدول الخليجية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لتعزيز آليات التواصل والتعاون المشترك بين دول الخليج العربي ومنظمة الأمم المتحدة مضيفا أن مثل هذه المعارض تعد منبرا هاما لتبادل المعرفة والخبرات العلمية والعملية والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وفي مبادرة شخصية من محافظ المحافظة الجنوبية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس لجنة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي تم ولأول مرة تخصيص جلسة خاصة لعرض أفضل ممارسات دول مجلس التعاون في مكافحة المخدرات والتي حضرها عدد كبير من وفود الدول المشاركة في اجتماع لجنة المخدرات وترأسها الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة حيث تم عرض الجهود الوطنية لمملكة البحرين في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات وبرنامج معا لمكافحة العنف والإدمان وأوضح الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة أن مملكة البحرين تواجه تحديات كبيرة إقليميا وعالميا حيث تمثل المخدرات غير المشروعة تهديدا حقيقيا لصحة العامة وأمن ورفاهية الدول والشعوب وخاصة بين قطاعي الطفولة والشباب وهما يدعو جميع الدول إلى التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة المخدرات ومكافحتها وفي الإطار ذاته أشاد محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الذي يقوم به أمين عام الأمانة العامة لدول المجلس ونظرته الاستراتيجية في إقامة بعثة دائمة في فيينا والدور الفاعل الذي يقوم به رئيس البعثة في إبراز جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المحافل الدولية جاء ذلك خلال زيارته والتقائه بسعادة الدكتور محمد الغيلاني رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون في مقرها في فيينا وأكد الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة خلال اللقاء حرص مملكة البحرين في تعزيز جهودها المبدولة بالتعاون والتنسيق مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منوها بأن البحرين تسعى عبر جهودها الوطنية المختلفة إلى محاربة آفة المخدرات والقضاء عليها مؤكدا في الوقت نفسه حرص المملكة على أن تكون طرفا في أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية لمكافحة المخدرات